بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أيضا تنتبه لعلامات المصحف التي تعلمناها ومن هذه العلامات هذه علامة السكون إذا وجدتها فاعلم أن الحرف ساكن وهذه العلامة علامة أن تمد الحرف توجد هذه العلامة على حروف المد الممدودة الألف أو الواو أو اليا وهذه العلامة الألف إذا وجدت ألف صغيرة دليل أن تمد الحرف آ وانتبه إلى أي ميم أو نون عليهم الشدة تعطيها حقها من الغنة فتقول ثم إن أيضا تنتبه هذه علامة رأس الآية أي نهاية الآية فتقرأ فإذا وقفت عند هذه العلامة تقف ثم تأخذ نفس ثم تكمل ما بعدها ولا تصل آية بآية حتى لا ينقطع نفسك أيضا هذه العلامات إذا وجدتها هذه علامات الوقف صلا وقلا والجيم تقف عندها ثم تأخذ نفس ثم تكمل القراءة نبدأ الآن نتعرف على بعض الكلمات ونتدرب عليها في أول السورة لاحظوا هذه حروف مقطعة مكونة من حرفين لاحظوا الأول هذا بالأخضر تمد حركتين وهذا تمده ست فتقول حاميم لا بد أن تطيل المد هنا في الميم حاميم بعيدها مرة ثالثة حاميم إذا تنتبه هذه الحا تقول حا بدون همزة ما تقول حا مدها قليلا حاميم الكلمة التي بعدها لاحظوا هذه الكلمة لآيات لآ لاحظوا هذه همزة لاحظوا أين مكانها لاحظوا مكانها بعدها ألف آ آ ثم هذه يا بعدها ألف صغيرة قليلا حج kamera لآيات للمؤمنين لآيات للمؤمنين يجب أوسخی عاموTV لآيات للمؤمنين لآيات لآيات لاحظوا هذه الكلمة يَبُسُّوا يَبُسُوا 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 وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُسُّ مِنْ دَابَّ يَبُسُوا لاحظوا هذه الكلمة شوفوا الألف وَاخْتِلَا فِي الفا مكسورة وَاخْتِلَا فِي وَاخْتِلَا فِي اللَّيْنِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهِ وَاخْتِلَا فِي وَاخْتِلَا فِي لاحظوا هذه الألف هذه الكلمة كيف تقرأها نعم الرياح الرياح وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون الرياح الكلمة التي بعدها لاحظوا الآن هذه تنوين بعدها التاء ساكنة كيف نقرأها السمع لي شيئا اتخذها شيئا اتخذها لاحظوا شيئا هذه التنوين نون شيئا ساكنة لكن سأكسرها شيئا اتخذها وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيئا اتْخَذَهَا هُزُوَا شيئا اتْخَذَهَا لاحظوا هذه الكلمة السكون وَالرَّامَكْسُورَةَ رِجِز رِجِز مِنْ رِجِزٍ أَلِيم مِنْ رِجِزٍ أَلِيم كلمة التي بعدها لاحظوا هذه الكلمة وَآ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنْ الْأَمْرِ وآتيناهم بينات من الأمر وآتيناهم بينات لاحظوا الألف فوقها ماذا نعم علامة المد ذكرنا لكم تمد بصائر بصائر هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون بصائر لاحظوا أيضا هنا مد ألف فوق علامة مد سواء محياهم سواء محياهم ومماتهم سواء محياهم سواء لاحظوا التاء هنا مضمومة ثم الجيم ما هذه العلامة نعم سكون ولتجزى لاحظوا هذه ألف وَلِتُجْزَى وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَلِتُجْزَى لاحظوا هذه الألف أيضا كيف نقرأها هواه هواه أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ هَوَاهُ هَوَاهُ لاحظوا أيضا هنا ألف بعد الشيء ماذا؟ ألف كيف تقرأها؟ أحسنت غشاوة غشاوة وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهُ غشاوةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهُ لاحظوا التاء ماذا عليها؟ نعم فتحة وهذه الحاء ضمّة حُجَّتَهُمْ حُجَّةَ تَأْتَ حُجَّتَهُمْ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا حُجَّتَهُمْ لاحظات الكلمة هنا أيضا ألف كيف تقرأها؟ كتابنا كتابنا هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق هذا كتابنا كتابنا لحظة هذه الكلمة سكون نس نس تنسخوا نس تنسخوا نس تنسخوا إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ نس تنسخ نس تنسخ لاحظوا المئة المشددة ذكرنا لكم ماذا تفعل معها؟ تغنها بمقدار حركتين وأما 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 الذين كفروا وأما الذين كفروا آخر السورة لاحظة الكلمة هزوا 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 ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا هزوا الكلمة الأخيرة الكبرياء لاحظوا المد والرامة كسورة السكون الكبرياء وله الكبرياء في السماوات والأرض الكبرياء الآن الآن بعد أن تعرفنا على بعض الكلمات نأخذ جزء من هذه الآيات ونقرأ تبع معي وكرر أيضا ما أقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنًا وما نحن بمستيقنين إن ظن إلا ظنًا وما نحن بمستيقنين وبدى لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الآن بعد أن تعلمنا بعض الكلمات وتدربنا عليها أعيد المقطع من جديد وأعيد التدريب ثم السمع للآيات من قارئ متقن ثم قرأ بتأني أسأل الله لك التوفيق والله أعلم صلى الله وسلم وبرك على نبيه محمد نعم 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 شكرا